سمو الشيخ خالد بن حمد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني للملاكمة سعادة السيد خالد عبد العزيز الخياط وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد فيصل خالد كانو وعدد من أعضاء ومنتسبي الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وبهذه المناسبة أكد اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن بطولة البحرين الوطنية للملاكمة هي الانطلاقة الحقيقية نحو تكوين الفريق الوطني الذي وجه سموه لتشكيله وفق الرؤية التي أطلقها سموه للنهوض برياضة الملاكمة البحرينية بما يسهم في تحقيقها الأهداف والتطلعات التي رسمها سموه وفق هذه الرؤية لتكون حاضرة ومتواجدة في مختلف المشاركات والبطولات القارية والدولية وقال سموه رسمنا رؤيتنا لدعم لعبة الملاكمة البحرينية والتي نتطلع من خلالها للوصول للعالمية في هذه الرياضة من بوابة الأولبياد القادمة إن بطولة البحرين الوطنية للملاكمة والتي تقام لأول مرة كحدث رياضي وطني في لعبة الملاكمة بمشاركة اقتصرت على اللاعبين المحليين والمقيمين هي انطلاقتنا نحو تأسيس الفريق الوطني والذي سيكون على عاتقه مسؤولية التمثيل المشرف لمملكة البحرين في مختلف المشاركات القادمة وتابع سموه قائلا نحن سعداء بالمشاركة الواسعة التي شهدتها بطولة البحرين الوطنية للملاكمة من قبل لعبي الأندية والمقيمين والذين حرصوا على التواجد في هذا الحدث وتقديم مستويات قوية خلال النزالات وأضف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أبهرني كثيرا الحضور الجماهيري الذي ملأ المدرجات في صالة البطولة والذي أضفى على البطولة أجواء مميزة وختم سموه حديثه قائلا نقدر الجهود الواضحة التي يبدلها الاتحاد البحريني للملاكمة برئاسة سعادة السيد خالد بن عزيز الخياط التي تصب في مصلحة تطور وارتقاء رياضة الملاكمة متطلعين لنجاح أكبر في هذه اللعبة على الشكل الذي يخدم الأهداف التي وضعنا وفق الرؤية التي أطلقنا والتي تخدم وصولنا إلى الأولمبياد مقدرا سموه جهود اللجنة المنظمة واللجان العاملة للإعداد والتحضير المميز لبطولة البحرين الوطنية للملاكمة شاكرا سموه في الوقت ذاته وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية على جهودها وتفاعلها المميز لتغطية فعاليات هذا الحدث وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نزالات البطولة والتي شهدت قامت خمسة وعشرين نزالا شارك فيها خمسون ملاكما من المحليين والمقيمين بمملكة البحرين تنافسه في مختلف الأوزان المعتمدة على مستوى الاتحاد الدولي للعبة ترجمة نانسي قنقر